بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة نتمنى اللي تشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدام الجداد والناس للتحقوب هاد القناة ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملح ربي يحفظكم وينجيكم يا رب ان شاء الله غادي نحطوا وصفة اليوم رائعة وأكتر من رائعة للمحبة للمحبة بين شخصين او بين الاسر او بين العائلة او بين الام لان هاد التسخيرة او هاد الفائدة للمحبة وللجمع الناس اللي تفرقوا على اسس انهم وقع بنتهم غيار او بنتهم مشاكل او بنتهم فراق او بنتهم تحراش او انهم وقع لهم السحر تفريق السحر التفريق اللي تديروه عن كاهن او كاهنة وتيسبوا الفراق الوحد انسان ما دار لهم ولو الا تكون حسد شديد او تغيرو منها او ما بغوهاش اصلا وتديرو لها السحر التفريق السحر التفريق اللي تتكون من الناجاسة ومن الملابس ومن الصور ومن الحاجة ديال الشخص اللي بغين يديرو ليه وتيكونوا ليه عقد وتيكونوا ليه مشاكل اذا البنت اللي عندها عوارد مع الخطيب ديالها تخطبات وتفرقات وتخطبات وتفرقات اذا ديما الزواج ديالها ما تيكملش او عندها حبيب وبغاتو لزواج بغات انه تديرو التصخير باش انها تزوج بهذاك الشخص المعين اللي في البال ديالها بغاتو دوزات معا واحد الوقت بغاتو لزواج اذا نصال حالي الام اللي عند اولادها بعاد اللي هم تيسولوش فيها تيسولوش فيها لانها بعيدة وما بقاوش يسولوا عليها لانها بحالة نسوها اذا بغيت نكون ايجابي بغيت نجلب حظي بغيت نعطيه واحد طاقة ايجابية باش انني نكون ايجابي مع ذاك الشخص المعين اللي بغيتو للتصخير القلوب للتصخير القلوب والمحبة والمودة وما كان غير المحبة والمودة بآية او باسم من اسماء الله الحسنة بيكون عندكم وحد تصخير ان شاء الله بحول الله وقوتي هالتصخير غايكون عندك ان شاء الله لجلب المال لجلب حبيب الام تجلب ولداتها وغادي يكون محبة ومودة بيناتهم اذا الناس اللي بغيين المحبة والمودة غايحضروا الصور والسكر حبيبات او السكر سانيدا السكر سانيدا اللي غادي نحطوه كدائما الصور متقابلين الصور متقابلين بحل عدنا واحد كمية ديل 250 جرام ديل السكر حبيبات غادي ندير الصورة ديل البنت هنا والصورة ديل الشخص المعين هادوا الصور ديل المجلة سنصور بهم مهم غادي تكتب اسم هنا واسم هنا وديرهم متقابلين متقابلين وغادي نقرأ اسم الجامع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع مية مرة يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع ونسنديرها جامع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع يجامع حتى أكمل مئة مرة وغادي إن شاء الله نقرأ إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر غادي إن شاء الله نحط اسم من أسماء الله الحسنة يا قريب يا قريب يا قريب الأم اللي أبغى تولاده يقرب منها يا قريب يا قريب قرب لي ابني فلان ولد فلانة قربه للمحبة واللي يعطف على الأم دياله يا جامع يا جامع يا جامع اجمع بيني وبين ابني اجمع بيني وبين ابني فلان ولد فلانة اجمع بين الأسرة إنه على رجعه لقادر سنقرها سبع مرات ولا تنفت على السكر ولكن الصور متقابلين الصور يكونوا متقابلين إنه على رجعه لقادر يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع مئة مرة إنه على رجعه لقادر وغالي نقرأ اسم يا قريب مئة مرة مئة مرة غالي نقرأ اسم يا قريب يا قريب قرب لي فلان ولفلانة للمحبة وللزواج للطاعة للمحبة الدائمة لخطبتي لأن هذه الوصفة رائعة باسم القريب الجامع يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمعني مع فلان ولد فلانا إنه على رجعه لقادر سبعات المراز ولكن اسم يا قريب مئة مرة يا جامع مئة مرة غدي انضيف مئة مرة يا ودود ودني مع ابنائي ودني مع زوجي ودني مع خطيبي يا ودود تبقى الدكري اسم الودود من القلب يا ودود ودني مع فلان ولد فلانا للمحبة للخطبة أي حاجة بغيسي مهم الدكري الدعاء يا ودود ودني مع فلان ود فلانا للمحبة للمودة للزواج وانتي للذكري حاجتك سبحان الله اسم القريب من أقوى الأسماء اسم الجامع من أقوى الأسماء اسم الودود من أقوى الأسماء للمحبة وللمودة للمودة للمحبة وللمودة إذن اسم الجامع يا قريب يا ودود مع هذه الآية اللي غادي تقرأها سبع مرات تختموا بها وتصليوا على سيد الخلق سبع مرات وغادي إن شاء الله تقرأها سبع مرات لجلب هذا الشخص المعين ولجلب الرزق إن شاء الله بكثرة ولكن تقرأها غير سبع مرات الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز نقرأها سبع مرات لتصخير القلوب والمحبة وزيادة الرزق إن شاء الله لتصخير القلوب ومحبة الناس محبة شخص معين أو زيادة الرزق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إذن غادي نخد هات السكر حبيبات لإن شاء الله بحول الله وحوته وضعته هنا يا غادي نصلي على سيد الخلق سبع مرات سبع مرات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد خلوا لي تعليق بالصلاة على الحبيب بس زيان نحبتكم مع بنية شخص معين إذن وغادي إن شاء الله نصد هاد هاد البواطة نصدها نغلقها وغادي نجد لها إما من دي الأبيض ولا أخضر ولا أي لون من غير أسود وغادي نصدها بحلقة وغادي نصدها ونخليها إن شاء الله غادي نخليها في مكان أنت اللي تتعر فيه مرة مرة غادي نقلبه كالسكر نقلبه كالسكر ونخلي هاد السكر عندي ولو يبقى حتى تتزوجي بذلك الشخص معين أو المرة يرجعوا لها تخلي هاد السكر مع الصور مرة مرة تحركوا إذا أريد تسلي منه وغادي تحييط الصور وتلوح هاد السكر إما في ماء جاري وإما تلوحه في البحر وإما تلوحه في مكان عاشب يريد تكون ماء جاري ماء جاري غادي جري المحبة والمودة بحل نهر بحل واد بحر بقادة الحب دي متى جدد الماء جاري تخلي المحبة والمودة دي ماء جارية بيناتكم إذن إلا ما كانش غادي تلوحه في مكان عاشب في مكان يكون فيه النمال يكون يتطعم منه هذاك النمال باش دائما تكون عندك هذاك المحبة والمودة لأن هذاك الطراب ينمل تيجيبوه للرزق وللقبول إذن الناس اللي باغين أنهم يخلوا أي وعاء بحل هذا ويوضعوا فيه هاد السكر السكر مرة 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 في الشهر ترشي بقليل من الزهر هكذا ترشي على نية المحبة وتقرأي اسم الودود وتقرأي اسم قريب حتى ربي يأمر بأنك تجوجي بدك شخص غادي يكون عندك المحبة والمودة طلبتي لله سبحانه وتعالى بأسماؤه بآياته سبحان الله العظيم غا يكون عندك محبة ومودة إن شاء الله بحول الله وقوته إذن أحبابي من قال يمن قولكم غير حاولوا الدعم القناة وتفعلوا الجرس وتأمنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته